أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المواطنة شريك فاعل في التنمية وسيظل هو الأساس لمواصلة الدفع بمساراتها نحو تحقيق الأهداف المنشودة ويجب التركيز في كل مسارات العمل التنموي لأن يكون المواطن هو محورها كما لفت سموه إلى أن العمل بروح فريق البحرين الواحد هو المرتكز الذي نعول عليه بدءا من التخطيط والتنفيذ المتقن وصولا للأهداف المرجوة تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأضاف سموه بأن العطاءات والإسهامات الجليلة التي يواصل تقديمها أبناء الوطن من مختلف مواقع المسئولية هي محط فخر واعتزاز دائم وأن لجهودهم دور بارز في دعم مسيرة التطوير والنماء مؤكدا سموه بأن الكوادر الوطنية وضعوا بصمات جلية في العديد من المشاريع والبرامج الحكومية وهي محل تقدير لدى الجميع ونحرص كل الحرص على مواصلة تطوير مهاراتهم وصقلها وتحفيزهم على الإبداع والابتكار جاء ذلك لدى استقبال سموه وحفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين عددا من المواطنين من أصحاب المجالس الرمضانية حيث رفعوا أسماء آيات التهاني والتبركات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة شهر رمضان المبارك داعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وعلى مملكة البحرين بالخير واليمن والبركات مشير سموه إلى أن اللقاءات الأخوية نافذة للتواصل والتآلف ونتطلع بأن تستمر كل عام وكن سموه على ما يميز المجتمع البحريني من تواصل وتآخي بين مختلف أطيافه الذين يلتقون حول الهوية الوطنية التي هي المظلة الجامعة التي نفخر ونعتز بها لافتا سموه إلى ما تنعم به مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله من أمن وأمان واجب على الجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة التكاتف لتعزيزه وقال سموه إننا نعتز بما تحقق لمملكة البحرين من منجزات ونجاحات في كافة القطاعات على صعيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي ونؤكد أهمية مواصلة قياس وتقييم ما تبقى من الأهداف وتحقيقها لمواصلة مسيرة البناء والتطوير معربا سموه عن تطلعه بكل تفاؤل بأن تسهم المشاورات التي وجه سموه للبدء فيها لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 في الوصول لرؤية اقتصادية تكون منطلقا لاستمرار مسيرة الخير والازدهار للوطن وكافة أبنائه داعيا سموه الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لتكون تطلعات الحاضر واقعا معاشا في المستقبل من أجل أجيالنا القادمة وأشار سموه إلى أن ما حققه شباب الوطن من إنجازات في شتى الميادين مفخرة للبحرين فكل إنجاز يتحقق للبحرين هو إنجاز نحتفي به كل يوم وكل عام فبعزائم شباب البحرين نواصل تحقيق المنجزات والطموحات ونرسم مستقبلا واعدا للجميع وكدسموه الحرص على الدفع من مستويات الشراكة مع القطاع الخاص نحو آفاق أكثر شمولا من خلال مواصلة تبني مزيد من المبادرات النوعية لخلق الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن مشيرا إلى أن الجهود مستمرة لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز تطورهم الوظيفي ليكونوا دائما الخيار الأول والأمثل في سوق العمل وفي سياق آخر أشار سموه إلى موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم للقضية من خلال دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية من جانبهم أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص مستمر على التواصل مع كافة أطياف المجتمع وتعزيز أواصر العلاقات الاجتماعية في المجتمع البحريني دعينا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه أعواما عديدة وأن يسبغ على سموه وافر الصحة والعافية متمنين لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة إفطار للمواطنين من أصحاب المجالس الرمضانية الذين استقبلهم سموه للتهنئة بالشهر الفضيل ترجمة نانسي قنقر